أهلاً وسهلاً بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطالة استعداد لفروض المرحلة الثالثة أو الفرض الأول للطورة الثانية للمستوى الثالث ابتدائي نشوف نموذج للفرض الأول للطورة الثانية مادة لغة العربية للمستوى الثالث ابتدائي تطبيقات الكتابية إذن نموذج على شكل بدائف على القو في الوصف إذن نبدأ على بركة الله الأسئلة والأجوبة مع الشرح إذن السؤال الأول إملأ الفراغ بالصفة المناسبة إذن هنا بالنسبة للصفة المناسبة شنوكم نقولوا هنا عندنا المجيتونة خشبياً الماهرة إذن صنع النجار باباً إذن شنوش كي نعوننا بالصفة الناس وكيما كتعرفوا أن الناس كيتبع لما نعود شكل شي إذن يعني كيتبع الإسم اللي كي وصفه في كل شي يعني في التذكير في التأنيت في الجمع وكذلك في التعريف و التعريف إذن هنا صنع النجار باباً باباً هنا يا نكرة إذن عندنا تتعله إسم نكرة اللي كي وصفنا باباً إذن شنو عقوله باباً خشبياً وهذا منصوب كذلك خشبياً عايكون منصوب إذن سنقول إذن صنع النجار ماذا؟ باباً خشبياً إذن باباً خشبياً إذن زرته إذن ممكن أخشبياً زرته الطبيبة إذن هنا التعريف إذن الطبيبة مفرد وشنعمل المجدونة لا خلصنا نعمل مفرد معرف إذن الماهرة إذن نعطوه الماهرة وارقوله زرته الطبيبة الماهرة إذن بالتعريف الماهرة نصب كذلك يتبع في كل شي فيه عيادتي عاد الفلاحون ماذا؟ المجدونة التعريف جمع جمع إذن نكتبه عاد الفلاحون كيف هم المجدونة إذن كما شفتوا نعط كتبه منعط في كل شي في النص في التعريف النكرة في المفرد في المذكر إذن حاولوا تردوا البال بالنسبة للناس إذن أشنق الناصاً عن نجار باباً خشبياً زرته الطبيبة الماهرة عاد الفلاحون المجدونة إذن أنتقل إلى السؤال الثاني أجب على الأسئلة التالية بحال مناسبة إذن siamo هنعملوا الحال والحال 什么 هو الحال الحال كي كنا كيرا منصوب وشنا هو السؤال كانت حسن想 الفعل ما كيف كيف مثلا كيف هو الولد إذن كيف دخل الولد دخل الولد فرحا إذن فرحا حال كيف خرجت خرجت فرحا إذن فرحا حال إذن كنت رحل كيف عالى الفعل إذن كيف يعمل النجار إذن كنت رحل السؤال على الفعل يعمل النجار نشيطا ولا يعمل النجار فرحا ولا يعمل النجار مجددا إلى آخر إذن خost يكون منصوب إذن يعمل النجار نشيطا إذن كيف يعمل النجrad نشيطا وقلنا الحال كيفاش كيكون كيكون منصوب نكرة وكنت رحل السؤال كيف بالنسبة للفعل كيف تلعب مع أصدقائك إذن نقول ألعب مع أصدقائي فرحا إذن نكتب ألعب مع أصدقائي كيف كيف فرحا كما ترون الحال يكون نكرة منصوب نشيطا فرحا إذن ننتقل إلى السؤال الثالث بخط إذن نحاول نصل بخط رأيت الممردة خرجت من المنزل نجحت تنميله رأيت الممردة هنا يكون عندنا نعت إذن نعتابع للمنعوذ يكون في التعريف إذن في التأنيس الأخيرة إذن رأيت الممردة نشيطة إذن خرجت من المنزل كيف خرجت من المنزل يكون عندنا حال إذن نشيطا نجحت تلميذة تلميذة كيف عمل النشيطه إذن هذا نعت إذن نعت إذن نشيطه ونشيطة نعت ونشيطا كيف خرجت من المنزل نشيطا حال إذن ننتقل إلى السؤال الموالي إملأ الفراغ بما يناسب إذن عندنا هنا حروف جر إذن هنا في من على إلى علي تاجر صغير يعمل في الدكان إذن نقول يعمل في الدكان يذهب إلى عمله كل صباح على دراجته من صفاته إتقان العمل يعني يذهب إلى عمله كل صباح على متن دراجته إذن خلو على دراجته من صفاته ماذا إتقان العمل إذن علي تاجر صغير يعمل في الدكان يذهب إلى عمله كل صباح على دراجته من صفاته إتقان العمل إذن نتخلو السؤال الخامس إذن هنا فعل عندنا فعل معتل إذن فعل معتل هو ما كانت أحد حروفي حروف إلا لي الوا أو الالف أو اليا وتقرأ واي إذن كان أول حروف حروف علة فهو فعل مثال كان ثاني حروف حروف علة فهو فعل أجوف كان ثالث حروفي حروف علة فهو فعل ناقص إذن نشوف وجد إذن وجد أول حرف حرف علة إذن فهو فعل مثال إذن نكتب هنا وجد عندنا باع ثاني حروفي حروف عل فهو فعل كيف هو أجوف رماء ثالث حروفي حروف عل فهو فعل ناقص يأس أول حروفي حروف عل فهو فعل مثال يأس نام ثاني حروفي حروف عل فهو فعل أجوف نام التاني ألف إذن عندنا جنا ثالث حروفي حروف عل فهو فعل ناقص الجنة ننتقل إلى السؤال الرابع حول جملة إلى الضمائر التالية ساعد صديقه أنا ساعدت صديقي هي ساعدت صديقها أو صديقتها إذن شنو عم قوله أنا ساعدت من صديقي إذن أنت صديقها تبدل صديقي هي ساعدت صديقها أو صديقتها إذن ساعدت صديقها أو صديقتها نعمل صديقتها إذن أنا ساعدت صديقي هي ساعدت صديقة صديقتها إذن صديقتها وممكن نعمل صديقها صديقها إذن أنا ساعدت صديقي هي ساعدت صديقتها صديقها إذن نتقل السؤال الموالي أسمم الجدول شنو عنا؟ عنا الماضي نحاول نحاول الفعل من الماضي الأمر قال قل قف إذا الفعل في الماضي هو وقف وقف عاد فعل في الأمر عد وصل فعل في الأمر صل إذن أعيد قال قل وقف قف عاد عد وصل صل إذن بهذا التمرين كنوا سألين تصحيح تطبيقات الكتابية للغة العربية للمستوى الثالث في المرحلة الثالثة شكرا وإلى اللقاء